موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشر الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بمجلس المستشارين عن المستوى المرموقة الذي بلغته منظومة صناعة سيارات بالمغرب هو نتيجة رؤية شمولية وتتبع دائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وإستراتيجيات متكاملة تمت بلورتها على مدى عقدين وأبرز السيد مزور أن هذه الرؤية الملكية حاملة لأبعاد متعددة تتمثل في الطموح نحو مغرب مزدهر متح للفرص والعمل اللائق والذي يستجيب لطموحات المواطنين كما ترتكز على مقاومات أساسية تتمثل في الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة والانفتاح للاستثمار الخارجي وتوفير البنيات التحتية ذات القدرات اللوجستية والطاقية الكبيرة وكذل وعاء العقارية اللازم للأنشطة الصناعية والكفاءات الصناعية المغربية المتفوقة على المستوى العالمي وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بألمانيا ببرمي ببرلين اتفاقية شراكة ترمي إلى تعزيز تعاونهما في عدة مجالات تتصل بقطاع النقل السككي أترم الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى المدير العام للمكتب ومدير الشؤون الدولية بشركة الألمانية إلى تطوير البنية التحتية من خلال تحسين أداء وقدرات تجهيزات السككية المغربية عبر إنشاء خطوط جديدة للنقل الحضري والجهوي ودى المسافات الطويلة بما في ذلك النقل السككي فائق السرعة كما تهدف الاتفاقية لتو إلى تطوير حلول للتنقل المستدام الذي يحترم البيئة وتقريص البيعاتات غاز الثاني أكسيد الكربون وتحقيق الإنسجام مع المعايير الدولية أعلنت لير كوربوريشن الأمريكية الرائدة عالمية في تكنولوجيا مقاعد وإلكترونيات السيارات يوم أمس عن افتتاح مصنع جديد في طنجة وعضحت الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات في بلاغ أن هذه الوحدة التي سيتم تشغيلها ابتداء من الربع الثالث من سنة 2023 ستقوم بتصنيع الأجزاء بواسطة تقنية حقن لداء لفائدة مصنعي وموردية السيارات للشركة وكذل وحداتها التجارية المتخصصة في المقاعد والإلكترونيات أشارت الشركة إلى أن المصنع الجديد التي تم تهيئته على مساحة تبلغ 5300 متر مربع يعزز استراتيجية الاندماج العمودي العالمي لشركة ليير مما يوفر فرصا وأنشطة جديدة ونمو رقم المعاملات ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونة النفط والمقود في الولايات المتحدة إلى جانب تزايد تكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبيك بلاس بعد تحذير وشهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين وصعدت العقدة الآجلة لخام برينت ب86 سنة أو 1.1% إلى 77.70 دولار للبرميل فيما زاد خام غرب تكستس الوسيطة الأمريكي ب88 سنة أو 1.2% إلى 73.79 دولار للبرميل نهاية النشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز الآهم الأنباء إلى اللقاء تحذير وزير 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 و